بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب والطالبات يسرني أن أضع رهنة إشارتكم هذه الحصص المصورة في مادة الجمهور الفولوجية العامة بهدف تيسير استيعاب هذه المادة المقررة ضمن برنامج الفصل الأول من سلك الإجازة الأساسية في الجغرافية إذن نبدأ بالحلقة الأولى فبادئة لبدء لابد من مدخل للجغرافية الطبيعية بصفة عامة والجغرافية الطبيعية التي هي قسم من أقسام الجغرافية حيث أن هناك جغرافية بشرية وجغرافية طبيعية وبطبع الحال فهو تقسيم منهجي لفهم الظواهر الجغرافية على سطح الأرض وبالنسبة للقسم الأول أي الجغرافية الطبيعية فهي الدراسة المندمجة للمكونات الطبيعية للمجال الجغرافي البيئة الطبيعية على وجه الأرض والدراسة المندمجة تعني التطرق لهذه الظواهر في علاقاتها ببعضها البعض ولتحليل هذه الظواهر نحتاج إلى الكثير من المعلومات والتي تنتمي إلى حقوق المعرفية مختلفة ولكنها متكاملة بلعنى أن الدراسة الجغرافية ليست هي دراسة الظواهر كل على حدى من حيث الوصف والتحليل وإنما دراسة العلاقة التي تحكم التفاعلات التي تقع بين الظواهر المختلفة ليس فقط الظواهر طبيعية فيما بينها وإنما أيضا الظواهر الطبيعية والظواهر البشرية في الجغرافية البشرية تعني بالظواهر المرتبطة بأنشطة الإنسان في سطح الأرض بينما الظواهر الطبيعية فهي عادة تلك الظواهر التي تنشأ وتتطور ونجدها على سطح الأرض بمعزلين عن الإنسان وإن كان الإنسان في الوقت الحاضر أصبح فائلا قويا يؤثر في هذه الظواهر الطبيعية كما يتأثر بها إذن في العلاقة بين الظواهر الطبيعية وبين الظواهر البشرية تجسد علاقة الإنسان بالطبيعة بماذا لأن الإنسان علاقته بالطبيعة فالإطار الذي يشوفه أصلا هو إطار طبيعي كما أن الموارد التي يستغلها فهي أصلا موارد طبيعية أي أوجدتها الطبيعة وهو يستغلها في أنشطته المختلفة وطبيعة هذه العلاقة تنبني المادة والطاقة أي أن هناك انتقال وتبادل وتغير للمادة وهناك أيضا استعمال واستغلال للطاقة وهذا يحدث على كل المقيس أي على مقياس الفلك أي بين كوكب الأرض والشمس التي يدور حولها بل يتأثر أيضا بالكواكب الأخرى والعامل الفلكي أي دوران الأرض حول نفسها ودورانها حول الشمس أيضا فهذا يعطينا الفصول بطبيعة الحال مما يغير من حصيلة الطاقة بل يغير أيضا من حصيلة المادة فمثل ما يتعلق بتساقطات ما يتعلق إذن بالماء وما يتعلق بالإنبات وغير ذلك مما يحتاجه الإنسان ويعتمد عليه في أنشطته وفي حياته بسفتنا عنها إلا أن هذه العلاقة أي علاقة الإنسان بالطبيعة فهي علاقة ليست ثابتة قارة وإنما أي مستقرة وإنما تتغير بحيث أن هناك تطور عبر الزمان بل هناك أيضا تباين في المكة لما أن هذه العلاقة لا يمكننا أن نتصور أنها ثابتة وإنما في تغير مستمر فمثلا الإنسان القديم عاش في بيئات تختلف عن البيئة الحالية التي نعيش فيها فهناك تذبذب للمناخ أو للمناخات بين أصور جليدية وأخرى بين جليدية وهناك فترات مطيرة وفترات جافة وكل هذا له تأثير قوي في حياة الإنسان وفي مدى وفرة موارده وكذلك مع تطور وسائله ودراياته وتكنولوجيا التي يعتمد عنها فمن الإنسان القديم إلى الإنسان المعاصر بطبع الحال فكل شيء عرف تطورا كبيرا ولابد من رصد هذا التطور ليس فقط في الزمان وإنما أيضا في المكان أي من حيث التوطين والتوزيح وهذه الظواهر المختلفة نلمس بطبيعة الحال ضرورة لتفسيرها وذلك من خلال فهم التفاعلات التي تحكمها أي لابد أن ندرك وأن نستوعب الآليات أي الميكانيزمات التي تشتغل بها هذه الظواهر التي تتحرل أنها ظواهر متحركة أي فيها نعم الحركية وهذه الحركية تتم وفقا لعمليات وأساليب مختلفة وتتحكم فيها عوامل أيضا مختلفة فهنا لفهم هذه الظواهر بطبع هل فالجغرافية مدعوة أو علم الجغرافية مدعو للاستعانة بالكثير من العلوم الأخرى وهذه الاستعانة تعني الاستفادة منها وليس القيام مقامها أو تكرار عملها أو كما قد يقال سرقة نتائجها بل العلوم كلها متكاملة فيما بينها والجغرافي إذن يحتاج إلى ثقافة واسعة ثقافة أفقية تجعله يفهم الظواهر الطبيعية والضواهر البشرية التي تنتمي بعض المعلومات التي يحتاج إليها إلى حقول معرفية مختلفة ولكن فهم الجغرافي واستيعابه لهذه الظواهر هو عملية مندمجة وشمولية إذن تعتمد على المعلومات التي توفرها حقول معرفية كثيرة فأهداف الدراسة الجغرافية هي علمية وأملية أي فلتلبيتي فضوله من ناحية العلمية نظريا وتطبيقيا بتبع الحال لا قد فكل العلوم تسعى إلى فهم الظواهر المختلفة فهما علميا وكذلك هناك جانب عملي للدراسة الجغرافية أي أنها تكون في خدمة المجتمع من خلال تخطيط وبرمجة التنمية ومعالجة الكثير من القضايا والمشاكل التي يعيشها مثل التدور الأراضي والتصحور وكذلك التلوث ومواجهة المخاطر الطبيعية التي قد تنجم عنها كواريس إذن فلابد من معرفة ملابسات كل هذه الظواهر وفهمها لكي يحسن الإنسان من وضعه الاجتماعي والاقتصادي وبطبيعة الحال هذا في إطار ما يسمى التنمية التي تصب إلى الرقي بالإنسان وتحسين مستوى عيشه إذن في الجغرافية الطبيعية نعود إليها إذن فهي رؤية مندمجة للفضاء الطبيعي أي للبيئة الطبيعية أو الفيزيقية أو الفيزيائية وهكذا نسميها الجغرافية فيزيك هي الجغرافية الطبيعية إذن في المجال الجغرافي أي فوق سطح الأرض أي المجال أي المجال الترابي الذي ندرسه والذي هو بطبيعة الحال هو مجال شاسع بمعنى أنه يشمل البحار والمحيطات بل قبل ذلك يشمل القارات لأن الإنسان يعيش فوق القارات بطبع الحال فجل الظواهر التي يدرسها ويهتم بها والتي تعنيه مباشرة نجدها على سطح الأرض إذن في المكونات الطبيعية للمجال الجغرافي الذي يعيش به الإنسان والذي يدرسه بطبع الحال من زاوية جغرافية فهذه المكونات في الواقع تدرسها علوم مختلفة تتوزع مواضيع الأرض أي تتوزع مواضيعها سطح الأرض أي المادة السخرية وهناك الجو وهناك الماء والحياة والطاقة وهكذا تصنف هذه الظواهر ضمن ما يسمى بالأغلفة الأرضية أو الأغلفة المحيطة بالأرض فنقول مثلا هناك غلاف سخري بمعنى أن الكرة الأرضية مكونة أساساً من الصخور في سطحها ويحيط بها غلاف جوي الغلاف الجوي الذي تحدث فيه الظواهر المختلفة الظواهر المناخية المختلفة ثم الغلاف المائي أي كل ما هو ماء ثم الغلاف الحيوي إذن فهذه مختلف الأغلفة التي يتفاعل فيها الإنسان والتي تتفاعل أيضاً فيما بينها وهكذا فنجد أن عدداً من العلوم تنخرط في تحقيق هذه الرؤية المندمجة للمجال الطبيعي أي للظواهر الطبيعية للمجالات الترابية لسطح الأرض فهناك أولاً الجيمورفولوجيا والتي هي موضوع دراستنا وهي المادة التي إذن سنخصص لهذه الحساس فالجيمورفولوجيا تعني جيو أي أرض مورفو شكل و لوجيا علم أو محرفة أو دراسة فهي دراسة أشكال سطح الأرض ودراسة أشكال سطح الأرض بطبيعة الحال من حيث حركيتها ومن حيث تباين أشكالها ثم هناك إذن فالجيمورفولوجيا إذن فتهتم بالغلاف سخري تهتم بكل ما هو سخري أي بالأرضية التي يقوم فيها الإنسان بكل أنشطته تقريباً فكلها على سطح الأرض ثم هناك علم آخر وهو علم المناخ وعلم المناخ كما بكرت قبل قليل فهناك غلاف الجوي يحيط بالكرة الأرضية أي مكون من مجموعة من الغازات وضمن هذا الغلاف الجوي تحدث الظواهر المناخية وحوال طقس التي هي حالات دقيقة وآنية بينما المناخ هو خصائص خصائص نستشفها من خلال منعيشه بل من خلال دراسة أحوال طقس في ترددها وتوزيعها وتوزيعها الزمني والمكاني ثم هناك علم آخر وهو البيوجغرافية البيوجغرافية فهو علم يدرس ما يتضمنه الغلاف الحيوي الغلاف الحيوي أي من كائنات الحية النباتية والحيوانية التي نجدها في الأوساط البيئية على اختلافها إذن فحيانا نسميها الجغرافية الحيوية أو البيوجغرافية وهناك أيضا علم آخر وهو علم التربة فهذا العلم في الحقيقة يقع بين عدة علوم معرفية فيدرس عملية التطرب أي العملية التي بموجبها تنشأ الترب وتتطور وفي امتداده جغرافية الترب أي الجغرافي يهتم أكثر بدراسة التوزيع والتوطين الذي يخص الترب المختلفة على سطح الأرض على اختلاف مجالات التربية باختلاف من الطاقات بطبع الحال من الطاقات المناخية لأن عملية التطرب ينبغي أن نفهمها ولها علاقة بالمناخ وعلاقة أيضا بالصخر الأم أي الصخر الذي ينتج لما هذه الترب فالترب ليست هي الصخور وإنما هي نتاج لتفاعل بين المادة الصخرية وبين العناصر المناخ المختلفة بنعكاساتها النباتية أيضا أي اندماج المادة العضوية ضمن هذه المادة الصخرية لكي تتشكل لنا التربة وهذا ما يجعلها مختلفة عن الصخور التي لا نجد فيها مادة عضوية ولا نجد لها تطورا على سطح الأرض وإنما هي صخور عادة أو غالبا ما تكون صخور أصلية لها السياق الذي سياق الجيولوجي الذي تنشأ فيها ثم هناك الهيدرولوجيا أو دراسة المياه فتعنى بدراسة دورة الموارد المائية السطحية منها والجوفية وفيصطلح على تسمية غلاف غلاف آخر وهو الغلاف المائي أي كل ما يتعلق بالمياه ومواردها على سطح الأرض وتحت سطح الأرض إذن فبتبع الحال لها توزيع جغرافي ولها توطين أيضا ثم آخرا نجد علم آخر وهو علم البحار والمحيطات فعلم البحار والمحيطات الذي هو أيضا عالم آخر وإن كان ضمن غلاف المائي ولكن لا نقصد به الدورة المائية لأن الدورة المائية أصلا تقع فوق القارات وإن كانت لها علاقة وطيدة بتبع الحال بالبحار المحيطات ولكن علم البحار المحيطات سيعنى أساسا بحركية الأنظمة البيئية ومكوناتها وكذلك تيارات البحرية والبنية الجيولوجية فكل هذا يتعلق بالبحار المحيطات نظرا لعناقتها بالأغلفة الأخرى وتفاعلها مع هذه الأغلفة وبالبحار المحيطات أيضا تؤثر الكثير من موارد للإنسان فهناك موارد ليس فقط موارد حيوية مثل الأسماك وكل منتجات العضوية البحرية بل هناك أيضا دراسات التي تتجه أو التي توجه البحث والتنقيب عن النفط والغاز أيضا وما إلى ذلك بل هناك أيضا اهتمام آخر على مستوى ما قد يصدر عن هذه البحار والمحيطات من مخاطر أو ما تشكله من مخاطر بسبب الكوارث التي قد تتسبب فيها ونعلم أن هناك المد البحري وهناك أيضا الارتفاع مستوى سطح البحار والمحيطات وهناك أيضا الأمواج العاتية من تنامي والأمواج الأخرى التي قد لا ترتبط بالبنية الجيولوجية وما يحدث من أحداث من زلازل ومن زلاقات أي جيمرهولوجيا وإنما أيضا ظواهر مثل الزوابع والعواصف التي تنشأ أصلا في البحار المحيطات أو مصدر البحار المحيطات ولكن المناخ هو الذي يكون مصدرها والتي وبطبيعة الحال هنا الأمواج التي قد ترتب عنها لا يمكن وصفها بسنهي كما نسمع من حين لآخر إذن فهذه الرؤية المندمجة تتحقق بطبيعة الحال باندماج هذه العلوم كلها فمن الناحية المبدئية والمنهجية لا يمكن للجغرافي أن يتخصص في كل هذه العلوم لأن التخصص أصبح ضرورة على مستوى البحث العلمي ولكن لا بد للجغرافي أن يكون له إلمام بكل هذه العلوم لأنه لا يمكننا أن نفهم بعض الظواهر إلا بالاستعانة بفهم الظواهر الأخرى المرتبطة بها أي بمعنى أن سطح الأرض هو مجال للتفاعل بين العوام المختلفة ويترتب عن هذا التفاعل ظواهر مختلفة ومتبينة لا يمكننا أن نستوعبها وأن ندرك أبعادها الحقيقية وأن نفعم إنعكاساتها إلا بنظرة شمولية ومندرجة لهذا الواقع الذي نجده على سطح الأرض وهو واقع طبيعي بتبعي الحال فالحقيقة التي نبحث عنها لا يقدمها علم أو تخصص وحيد وإنما هناك تضافر المهام والمناهج وتكاملها وبتبع الحال فالطالب مدعو لفهم الكثير من هذه الظواهر من خلال عدد من المواد المقررة في برنامجه الدراسي إذن فعناصر الوسط الطبيعي لا توجد كل بمفرده وإنما تتفاعل فيما بينها في واقع بالغ التعقيد بمعنى أن الظواهر التي قد تبدو لنا وكأنها مستقلة فهي ليست مستقلة تماما وإنما ترتبط بما يحدث على مستوى المادة والطاقة باستمرار فالمادة والطاقة في الحقيقة فهناك علوم تدرسها مثل الكيميا والفيزياء ولكن نحن ندرسها ليس على مستوى الدقيق وإنما على مستوى العام وعلى مقياس آخر وهو المقياس الذي يجعلنا نفهم تبادل التأثير وهذا التأثير الذي يتغير عبر الزمان وعبر المكان والذي تترتب عنه ظواهر متباينة على سطح الأرض فندرس هذا التباين وندرس هذا التكامل وندرس أسباب هذا التباين وبتبع الحال ندرس توزيع هذا التباين أي التباين في التوزيع وندرس التوطين مثلا بعد الظواهر لماذا توجد في هذا المكان ولا توجد في مكان آخر كما أنها قد تكون أقوى في مكان وأضعف في مكان آخر أو غائبة تمنا أو حاضرة حسب المواطن التي توجد فيها وفي سياقها الزمن أيضا لأن سطح الأرض كما نراه حاليا ليس هو سطح الأرض قديما وإنما خضع لتأثيرات وتغيرات كبيرة أو صغيرة إذن فقيمة الجغرافية الطبيعية لا تتجلى في دراسة أهم المكونات والظواهر منفصلة عن بعضها البعض وإنما في دراسة العلاقات التي تحكم التفاؤل فيما بينها أي تبادل التأثير فيما بينها إذن فهذه الدراسة بطبع الحال يمكننا أن نرقى إليها بعد دراسة الظواهر المختلفة منفصلة عن بعضها لكي نستوعبها ولكي نقامها بطبع الحال فلابد أن ندرس أن نترك جانبا العلوم المختلفة لدراسة التداريس مثلا ولكن علينا أن نستدعي معلومات من علوم أخرى من حين لآخر وهي التي تجعلنا نفهمه ما يتعلق بالتداريس فإذن ننطلق الآن إلى موضوع لمادتنا والذي هو الجيومورفولوجيا والذي هو موضوع تسمه الحركية أي أن الأشكال التداريسية التي ننظر إليها والتي نراها تبدو لنا وكأنها جامدة ثابتة بطبيعة الحال على مستوى الرؤية الآنية فهذا صحيح ولكن عندما ننظر إليها في سياقها المجالي والزمني فهي تخفي تطورا طويلا بمعنى أنها هي عبارة عن أشكال مشتقة أشكال أفرزته حركية وتفاعلات في تطور مستمير في سياق تطور مستمير بمعنى أن الأشكال التداريسية التي نشاهدها حاليا على سطح الأرض فليست ثابتة لا تتغير فربما لا تتغير على مستوى الرؤية الآن كما قلت أو على المدى زمن القصير ولكن من حين الآخر نشاهد فيها بعض الأمور فمثلا عندما يحدث امتطاح أي ارتفاع مستوى الماء في المجارة المائية فيؤدي إلى قد يؤدي إلى إزالة بعض الصخور في طريقه أي الجريان المائي يزيل بعض الصخور وينقلها ويرصبها بمعنى أنه يغير سطح الأرض وأحيانا أخرى قد نشاهد بعض الانزلاقات أو بعض الهيارات الأرضية التي تحدث من حين لآخر فهذه أيضا لحظات تغير من هذه الأشكال وإذا نظرنا إلى هذه الأشكال في بعدها الزمن الطويل فسنستنتج أنها أشكال ناتجة عن تطور طويل بل هناك أيضا عمليات بطيئة جيولوجية حركات رفع وخفض وتقلص وتمدد بل هناك أيضا عمليات آنية سريعة مثل الزلازل وكذلك البراكين التي تغير باستمرار من واقع هذه الأشكال الأرضية فهكذا ما نشاهده في هذه الأشكال التضاريسية فنجد ضمنه ما هو موروث ساكن أي ما يجسد وضعا ناتجا عن تطور طويل وهناك ما هو ناشئ نشط أي ما نلاحظه حاليا وهو يعرف حركية ونشاط في تطور مستمر لتعديل شكله الأصلي إذن هذا ما يتعلق بالتضاريس إذن فهكذا نصنف إذن الأبعاد الزمنية لنشأة التضاريس وتطورها نصنفها إلى مظاهر تدريجية بطيئة أي أنها تحتاج إلى وقت زمني طويل لكي تنشأ وتتطور إلى جانب مظاهر أخرى تكون فجائية سريعة وهي التي تحدثت عنها قبل قليل إذن سوف نفصل في هذا ضمن هذا المقرر بطبع الحال فيما سيلي من جوانب سوف نتطرق إليها وقبل ذلك فبالنسبة للأهداف والمناهج التي نعتمدها في دراسة التداريس فهناك أولا التمييز أي علينا أن ندرك ما يميز الأشكال عن بعضها البعض أي هناك تباينات هناك اختلافات إذن علينا أن ندرك هذا التباين وهذا الاختلاف مما يطرح لنا تساؤلات بشأن أسباب هذا التباين وهذا الاختلاف وبطبع الحال نعتمد في ذلك على توصيف دقيق توصيف دقيق لهذه الأشكال حتى ندرك الجوانب التي تجعلها تختلف عن بعضها البعض وبناء على هذه التوصيفات وهذا التمييز نصنف أي نصنف الأشكال إلى مجموعات إلى أشكال لماذا؟ لأن كل شكل أنه تفسيراته الخاصة بطبع الحل والهدف من هذا التصنيف البحث عن تفسير وتأويل وفهم وهذا أيضا يتيسر لنا من خلال المقارنة وبطبع الحل باعتماد باعتماد دراسة العوامل المختلفة التي تكمن وراء هذا التباين وهذا التفسير بطبيعة الحل إذن فالأشكال التدارسية تنتج عن تفاعل أو تفاعلات بين عوامل متعددة في الحقيقة وهذه الأوامل منها ما هو باطني أي ما يرتبط ببطن الأرض وما يحدث فيه من حركية وما حدث فيه من حركية أي بصيغة الماضي وصيغة الحاضر وأخرى أيضا عوامل أخرى خارجية أي ترتبط بما يحدث خارج سطح الأرض من ظواهر وعمليات أي لا ترتبط ب ما يحدث في باطن الأرض وإنما بما يحدث خارجها أي ضمن الأغلفة المحيطة من غلاف السخري من غلاف جوي وغلاف مائي بل وغلاف حيوي أهلا وكل هذا يحدث في سياق زمني طويل ومتغيير بمعنى أن الظواهر لا تنشأ بين عشية وضحافة كما قلت هناك الظواهر سريعية سريعة فجائية مبارتة وهناك الظواهر يحتاج إلى تطرات زمن طويلة لكي تنشأ فهناك المعطيات الوصفية أي لتوصيف الأشكال لا بد من وصفها أي نميز ونقارن ونصنف فضمن هذه الأشكال التداريسية هناك أشكال الإزالة وتقطيع أي التأرية التي تجزي أي عمليات تجزي التداريس والمقاس من أحجامها والتي يترتب عنها النقل أي عمليات النقل هناك عمليات الإزالة فتتبعها عمليات النقل ثم لا بد لكل مادة منخولة أن تترصب في مكان ما إذن فلا يمكن أن تحدث أن يحدث نقل بدون إزالة ولا يمكن أن يحدث إرصاب بدون نقل إذن فكل ما يتعلق بأنشطة التعرية المختلفة فهي الإزالة والنقل والإرصاب والتي نجملها فيما يسمى بعمليات التعرية من التعرية بفضل حال هي كلمة عامة في الواقع تفيد الإزالة والنقل والإرصاب ثم إلى جانب وصف الإشكال التداريسية فنحن نحتاج إلى معطيات قياسية أي نحتاج إلى المعطيات الكمية أي تكميم ما ندرسه من أشكال تداريسية فهناك مثلا بروز بعض الأشكال فلابد من دراسة هذا البروز ما هو مدى هذا البروز وما هي وظيفته فمثلا بالنسبة للمرتفعات فليست كل المرتفعات جبال وإنما منها أيضا هضاب ومنها آكام ومنها تلال ومنها أعراف بمعنى أن هذه التصنيفات فعندما نقول جبال فما يتبذر إلى ذهننا ضخامة الشكل وبروزه ومداه الكبير وهذا بطبيعة الحل له وظيفة له وظيفة أو وظائف على المستوى الجغرافي قد نتطرق إليها فيما بعد ثم هناك أيضا أشكال كما نقول البروز هناك أيضا أشكال إفراغية أو أشكال مفرغة أو منخفضات أو أشكال منخفضة وهناك أيضا لانحدارات لانحدارات التي نصنفها ونقوم بقياس قيمها فالانحدارات نقول انحدارات قوية انحدارات متوسطة انحدارات خفيفة إذن فهذه الانحدارات ليست فقط أشكال ناتجة بل هي أيضا أشكال وظيفية إلها وظائفها الانحدارات القوية إذن تنشط معها بعض العمليات عمليات التعرية معينة بينما لا تنشط هذه العمليات في الانحدارات الخفيفة والعكس بالعكس أيضا إذن فلابد من الدراسة التباين لأن هذا التباين يفسر لنا الكثير من الأشياء بل يفسر أيضا بعوامل واضح إذن فمضامين هذه الدراسة الجيمورفولوجية إذن قلنا هناك الجوانب للمعطيات القياسية وتكملها البورز من الحضارات وهناك أيضا المعطيات البنيوية أي التي ترتبط بكل ما له علاقة بالبناء السخري بالبناء السخري من حيث الكتل الكتل السخرية وطبقات هناك صخور نجدها في هيئة كتل وأخرى في شكل الطبقات طبقات نلمس فيها وجود توازي فيما بينها وأحيانا التقاطعات وطبقات قد يكون لها ميل أو تكون عذيمة الميل أو فيها فقط تموجات أو ميل في اتجاه واحد أو هناك ميل في اتجاه مختلفة مما يجعل بنيتها ملتوية أي فيها التواءات وقد تكون فيها كسور أو انكسارات أو فوالق أو صدوع أو مجرد شقوق ثم البناء السخري أو المعطيات البنيائية تتضمن ليس فقط الهيئة التي توجد عليها السخور وإنما طبيعة هذه السخور في حديثتها أي التركيب المعدني لهذه السخور والذي بناء عليه ندرك طبيعة هذه السخور أي نسمي السخور ب نسمي السخور إذن ب مسميات طبقا لطبيعة المعدني التي تتركب منها وليس فقط تركيب المعدني بل نسيجها أيضا نسيجها هناك سخور يكون نسيجها خشنا وهناك أخرى يكون غير خشن أي باللورية وعدمة باللورات والسخور قد تكون مقاومة أي تقاوم عمليات التعرية عمليات الإزالة وبعض السخور الأخرى تكون رخوة أو هشة أي أنها لا تقاوم ثم هناك سخور نفيدة لها نفادية قوية أو ضعيفة أي تنفذ الماء أي اخترقها الماء وتؤوي الماء وسخور أخرى لا يخترقها الماء لأن مضارا لضعف مساميتها أو عدم موجود فراغات في تركيبها ونسيجها وما يهمنا من هذا ليس فقط معطيات التشكال البنيوية أي بنية السخرية لكل ما يتعلق بالسخور فهذه بطبع حل معلومات مستقيها من دراسة الجيولوجية بينما هناك معطيات التشكالية أي ترتبط بالعمليات بعمليات التشكيل أي العمليات التي تتعرض لها هذه الصخور من تعريع أي إزالة ونقل وإرسال وهنا بطبع الحال فيما يتعلق بالمعطيات الجيولوجية وأذكر وأشير إلى أنه لا يعنينا منها سوى ما يساعدنا على فهم طبيعة الأشكال التضاريسية ونشأتها وتطورها لا ينبغي أن ننساق إلى دراسة دقيقة ومفصلة للتركب المدينية والإنواء الصخور والبنية وما إلى ذلك لأن هذا بطبيعة الحال يفيد للدارسين طلاب وباحثين في مجال الجيولوجيا بينما نحن لن نأخذ منها إلا ما يفيدنا في فهم الأشكال التضاريسية فضمن هذه المعطيات التشكالية أي عمليات الإزالة والنقل والإرصاب فهناك تشكيلات أي أشكال تفصيلية ناتج عن عمليات الحط أي عمليات الإزالة الذي نسميه الحط أيضا حط بالتاء ماشي بالتاء فكذلك هناك إلى جانب عمليات الإزالة هناك عمليات الإرصاب أو أشكال ناتجة عمليات الإرصاب وهي أشكال الردم والتراكم أشكال الردم والتراكم لأنه كما قلت فإذا تمت إزالة فلابد أن تتعرض المواد التي تزال للنقل وبنقلها لابد أن تصل إلى مكان إما تقوم بردمه في المنخفضات أو تراكم منخفضات بطبع الحال عموما أو تراكم هذا تجاوزا بطبع الحال لأن أهم عوامل النقل إذن تنقل من أعلى إيات فل أي أنها ترصب في المنخفضات وهذا ليس صحيحا لكل عوامل إزالة والنقل والإرصاب مثلا مثل الرياح فالرياح لا تنقل دائما من أعلى إلى أسفل وإنما قد تنقل من أسفل إلى أعلى لأنها لا تخضع للجدد يأخذ عن تم ولهذا نسميه الردم والتراكم ونقول الإزالة دون أن نجزيما بأن الإزالة تتم في المرتفعات والإرصاد يتم في المنخفضات فهذا بصفحة مولاسية بالنسبة للجرية الماء صحيح ولكن ليس صحيحا في كل الحالات بالنسبة للرياح ثم إلى جانب المعطيات البنيوية التي تخص الأشكال التدارسية وكذلك إلى جانب المعطيات التشكالية التي تخص العمليات التي تخطع لها الأشكال التدارسية في نشأتها وتطورها هناك المعطيات الزمنية أي هناك أي أننا نبحث وعن الانتماء الزمني وندرس تسلسله فيما يخص الأشكال التدارسية لماذا؟ لأن هناك ارتباط لهذا التسلسل وارتباط لكل هذه العمليات ولكل هذه الخصائص خصائص الدنيوية والخصائص التشكالية له ارتباط بالخصائص الجغرافية القديمة والحالية بمعنى أن الأشكال الموروثة فهي ترتبط بخصائص الجغرافية القديمة بينما الأشكال الحالية أي النشطة حاليا فترتبط بالخصائص الجغرافية الحالية والتمييز بين النشط وبين الموروث هنا هو تمييز بين ما هو متوازن ومستقر أي حقق استقراره أي لم يعود نشطا حاليا ولا سيما على مستوى البنية وبين ما هو نشط الذي يعكس لنا وجود اختلال ووجود تطور مستمع فهذا بطبع الحل جانب من جوانب المعقدة لدراسة التداريس ولكن سوف نبسط كل ما يتعلق بذلك بطبع الحل لأننا في مستوى أولي أي في دراسة أولية لتداريس ولسنا في حاجة إلى تطرق للجوانب المعقدة والتي تحتاج بطبع الحل إلى جهودات إضافية ليست موضوعنا الآن ولسيما في هذا مستوى أي مستوى الفصل الأول إذن نتطرق الآن إلى الجيودينامية البطنية وتكويل الكتال التداريسية فهذا بطبع الحل لماذا؟ لأن العوامل البطنية لها دور رئيس في نشأة الكتال التداريسية الكبرى وبروزها على سطح الأرض بواسطة حركات البنائية أي حركات تكتونية وليست وحدها الأشكال البارزة التي ترتبط بهذه الحركات وإنما الأشكال المنخفضة أيضا الأشكال المخفوضة التي هي أيضا ترتبط بهذه حركات التكتونية حركات البنائية في البناء لا يعني البروز فقط ما يتعلق بالبروز وإنما ما يتعلق بالخفض أيضا فالبحار والمحيطات تارة تغمر أجزاء من القارات وتارة تترجع إذن أحيانا تترجع وأحيانا تغمر ثم الكتال التداريسية فتارة تتعرض لحركات الرفع وتارة أخرى تتعرض لحركات الخفض إذن فهذه الحركات البنائية تكتونية هي التي ترفع أجزاء من القشر الأرضية وتخفض أجزاء أخرى منها وتعمل هذه الحركات في الاتجاهين أي رأسيا وأفقيا فهناك حركات رأسية ترفع وتخفض وهناك حركات أفقية تمدد وتقلص وإذا كانت حركات الرأسية تعمل على الرفع الخفض إذن منكسر فإن حركات الأفقية تسهم في ذلك أيضا بالتمدد وتقلص بالإضافة إلى ما تنجزه من طي ولي وزح من خلال حركية الصفاح إذن فمثلا الحركات الأفقية تؤدي إلى تقليص المدى الذي تمتد فيه طبقات سخرية وهذا التقليص سيؤدي إلى التوائها بطبع الحال أي أنها تصبح ذات بنية ملتوية أي منكمش أي تتكمش وهذا الانكماش سيؤدي إلى ظهور بنية صخرية ملتوية بنية جولوجيا ملتوية وأحيانا أخرى أيضا نجد حركة ترفع في جزء وتخفض في جزء آخر مما يؤدي إلى إيمالة الطبقات الصخرية وحالة أخرى نجد أن هذه الحركات تؤدي إلى إحداث صدوع بوالق بانكسارات في الصخر إذن ننتقل الآن إلى دراسة الجوانب البطنية لإشكال التدارسية ولفهم هذه الجوانب لابد من معرفة الكرة الأرضية وتكوينها أي مما تتركب ولكن أعيد التذكير بأن تعمق في هذا الموضوع هو من اختصاص الجيولوجيا بتبه الحل ولكننا لن نأخذ من هذا الموضوع إلا ما يفيدنا في الأشكال التدارسية إذن فالكرة الأرضية تتكون من نواة وتحيط بها أغريفة فهنا هناك هذه النواة نواة داخلية ونواة خارجية أي تحيط بها نواة أخرى ثم هناك غلاف يحيط بهذه النواة ثم أخيرا هناك القشرة السخرية فما يعنينا من كل هذا هو هذا الجزء فقط أي السمك الضعيف إذن فإذا كان شعاع الكرة الأرضية يبلغ 6370 كيلومتر فلا يعنينا منها بالنسبة الجيمونتولوجيا إلا ما يحدث في بضع عشرات من الكيلومترات فقط من هذا السمك أي إنه لا يشكل جزء كبير من كرة الأرضية إنما جميع استحيل لأن ما يهمنا في هذا هو الأشكال التضاريسية إذن فسوف نتناول هذا الجزء بتفصيل هنا إذن هناك الغلاف سخري الغلاف سخري هو هذا وتحته الجزء ليس متسخرا كليا أي بشكل تدريجي ننتقل من المادة سخرية الصلبة إلى المادة السخرية المائعة والسائلة والتي هي عبارة عن سهارة المقمة في الأعمق إذن فهذه القشرة الغلاف السخري فيه قشرة قارية وقشرة محيطية وسوف نعود إلى هذا إذن فبدي أذي بد زمن الجيولوجي والذي نستشف مراحله من خلال دراسة القشرة الأرضية أي الغلاف السخري والقشرة الأرضية التي تغنفها أو التي تغطيه أو التي تشكل جزءه الخارجي هو الذي يسجل ما مرت به هذه القشرة الأرضية وما مرت به الكرة الأرضية من عمليات ومراحل فهناك مناهج لتقسيم الزمن الجيولوجي في الكرة الأرضية التي نشأت منذ حوالي 4.7 مليار سنة فإصطلح على تقسيم هذا الزمن تقسيمات ما قبل الزمن الأول ما قبل الزمن الأول أي ما قبل العصر الكامبري ثم الزمن الجيولوجي الأول والزمن الثاني ثم الثالث ثم الرابح سنعود إلى هذا وطريقة معرفة أو طريقة تأريخ هذه الأحداث نعتمد فيها على إمعى الآثار الحيوية ولسيما للأزمن القريبة من الزمن الحالية لماذا؟ لأن الكائنة الحية لم تظهر في الكرة الأرضية منذ نشأتها وإنما استغرق الأمر طويلا ما يرسل كي تظهر الحياة وتتطور وتمتعش هناك تقنيات للتأريخ النسبي أي هناك تراكم هناك تتابع هناك تطبق أي توازي بين الأزمنة أي ما هو أقدم من المواد سخرية يوجد في الأسفل ويعلوه ما هو أحدث منه وهكذا دواليك دواليك ثم هناك أيضا تقنيات فيزيائية أي اعتمادا عن ضائر المشيعة التي وهي عملية معقدة ولكن فهمها بسيط بمعنى أن هناك بعض العناصر المشيعة التي يتغير وضعها أي أنها تتحول إلى عنصر من عنصر إلى عنصر آخر ولكن في سياق زمني فإذا عرفنا ما هي الكيمية التي تحولت عرفنا المدة الزمانية التي انصرمت منذ بداية ذلك المستسر إذن لن ندخل في تفصيل هذا إذن فننطلق مباشرة إلى تركيب القشرة الأرضية قبل أن نعود إلى بعض مما يهمنا في موضوعنا فتركيب القشرة السخرية إذن قلت فيهمنا منها هذا فالغلاف السخري يتركب من قشرة محيطية وهي أساسا بنيتها هي عبارة عن سخور البركانية إلى جانب قشرة قارية والتي معظم أجزائها ولسي من السفلة هي عبارة عن سخور جرانيتية فسنفهم بداية فمن خلال هذا الشكل ندرك أن سمك القشرة المحيطية ضعيف ما بين خمسة وثمانية كيلومتر حسب هذا الشكل بينما السمك الذي يخص القشرة القرية قد يصل إلى عدة عشرات من الكيلومترات هنا في هذا الشكل سبعين كيلومتر من السمك إذن فدراسة العمق بطبيعة الحال ليست هناك عمليات وصلت إلى هذه الأعماق ولكن نستنتج ذلك ونستخلص من خلال دراسات الأمواج التي تختارق هذه القشرة وهذه القشرة والتي تصل إلى أعماق معينة وتعود لتلتقط من جديد فوق أسطح الأرض وتحليل هذه الإشارات من الموجات بطبيعة الحال هو الذي يساعدنا على إدراك وفهم بل وافتراض ما يعكسه هذا الشكل من تباين فبالنسبة للقشرة الأرضية فهي كجسم عائم فوق الصهرة أي المادة السخرية السائلة وكل سائل يكون عائما بطبيعة الحال يغوص منه جزء إذن في العائم معناه أقل كثافة مما يوجد أسفله وهذا ما يجعله عائما مثل خشب مثلا فوق الماء بل والجليد أيضا فوق الماء فنجد أن تسعة عشر من كتلة الجليدية تغوص في الماء بينما لا يظهر منها سوى عشر واحد فقط إذن فكلما كانت الكتلة الصخرية أكثر سمكا إلا وكان جزء كبير منها يغوص في الأسفل والعكس بالعكس إذن فالسبب هذه القشرة هو أن القشرة القارية بطبيعة الحال تختلف عن القشرة الموحدة وسوف نفهم لماذا فيما بعد إذن فقبل ذلك نطلع على هذا الشكل الذي يبين لنا أن القارات كانت متصلة ببعضها البعض أي كانت متلاسقة ببعضها البعض منذ حوالي 225 مليون سنة قبل الآن أي 225 سنة قبل الآن كانت هنا إفريقيا وهذه أمريكا الجنوبية أمريكا الشمالية وأورانسيا أي جزء من أوروبا وأسيا والهند كانت هنا الهند وأستراليا أيضا والقارة القطبية الجنوبية كانت كلها متصلة وبدأت تنفصل منذ ذلك التاريخ تنفصل تدريجيا لتتباعد ثم هذا هو الوضع قبل 135 مليون سنة من الآن ثم بعد ذلك استمرت هذه الحركية أي تباعد هذه القارات وهذا هو وضعها قبل 65 مليون سنة فقط بحيث أننا نلاحظ ظهور محيط ما سيسمى في مبادئ المحيط الأطلانتي هنا ثم سنلاحظ أن شبه القارة الهندية الذي كانت الذي كان هنا سوف يستمر في الصعود نحو الشمال إذن هكذا تحركت من الجنوب حيث كانت شرق إفريقيا جنوب شرق إفريقيا ثم تحركت بعد ذلك نحو الشمال في اتجاه القارة الأسيوية لكي تتصل بها تصطدم بها فيما بعد كما نشاهد ذلك حاليا إذن فنلاحظ أيضا أن هذا المحيط الأطلانتي اتسعت دريجيا لم يكن موجودا في هذه الأسراع قبل 225 مليون سنة وهو عصر ترياس العصر الأول من زمن الجيولوجي الثاني وبدأ اتسعت دريجيا إلى أن انفصلت القارة الأمريكية شمالها وجنوبها كليا عن إفريقيا وعن أوروبا في الوقت الحاضر فهنا نحض جزيرة أو قارة جرينلندا والقارة القطبية الجنوبية أي الانتاركتيك منفصلة تماما عن إفريقيا وعن أمريكا الجنوبية وعن أستراليا إذن هناك أستراليا هنا أمريكا الجنوبية وإفريقيا إذن هذا الواقع بطبيع الحال نتج عن حركية على مستوى القشرة الأرضية هذه الحركية أي أن هناك تباعد للقارات ولكن تباعد للقارات ف ناتج عنه أيضا تقارب بل واستضام بين بعض القارات بمعنى أن الكرة الأرضية القشرة الأرضية مقسمة إلى مجموعة من الصفائح مجموعة من الصفائح هذه الصفائح إذن تتقارب في بعض الأماكن وتتباعد في أماكن أخرى كما سنشاهد في هذه اللوحة ففي هذه اللوحة نلاحظ أن هناك ليس فقط تقارب بل الاستضامات هنا مثلا لأمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية هناك هذه الصفائحة نزكا تتجه نحو الشرق لتصطدم بالقرة الأمريكية الجنوبية ثم في مقابل ذلك نجد تباعد هنا في محيط الأطلنطي انفتح بموجب التباعد الذي حدث بين القرات وهناك تقارب بين إفريقيا وأوروبا مما أدى إلى استضام فهذا الاستضام احتوى إن كان البحر المتوسط لازال موجود بينهما فالاستضام مستمر لماذا؟ لأن هناك صفيحة في قعر هذا المحيط على الأقل في جزء الغربي وهذه الصفيحة بطبع الحال هي التي تشكل عبق أو أرضية البحر المتوسط وتغوص تحت إفريقيا جنوبا وتغوص تحت أوروبا شمالا إذن سنعود إلى هذا الموضوع وهناك بعض الأماكن حيث نجد خلاعا أي أن الحركة أفقية جانبية وليس استضام وإنما انقسام وانفصام بحيث أن صفيحة تتجه في اتجاه معاكس لصفيحة أخرى مجاورة ويحدث هذا الانقسام على مستوى انكسار قوي إذن فهذا الشكل الذي يجسد ما حدث للمحيط الأطلانتي مثلا سوف نعود إليه بعد قليل إذن ف القشرة الأرضية أو الأرض الكرة الأرضية تتكون إذن من نواة تحيط بها أغلفة يشكل من بينها الغلاف الصخري أهمها بالنسبة للأشكال التدارسية كما قلت لأن الأشكال التدارسية تظهر وتتطور في القشرة الصخرية أي في الغلاف الصخري أي في جزء العلوي وليس في عمقه لأن العمق بطبع الحال فيه الصخور تنصهر منصهرة أو تنصهر عندما تغوص إلى مستوى من العمق بحكم ارتفاع درجة الحرارة إذن في الغلاف الصخرية تكون من قشرة قارية أساس أساسها أو قاعدتها تتكون من صخر الجرانيت إلى جانب قشرة محيطية أساسها أي الأساس المكون لها أي أرضيتها مكونة من البزل أي من صخر بركاني بينما الصخر الجرانيتي هو صخر ناري أيضا مثل الصخر البركاني ولكنه الجرانيت يتشكل داخل القشرة الأرضية أي أن الصهارة تتصلب في جوفي الغلاف الصخري المتصلب لأنها لا تصل إلى السطح عندما لا تصل إلى السطح هذه المغمة لا تصل إلى السطح إذن فتتصلب وتتعرض للتبريد في داخل الجوف الأرض بينما عندما تخرج إلى السطح تتبرد سريعا لتشكل صخور بركانية مثل البزل وقد نشأت هذه الأرض إذن قبل حوالي 4.7 سنة كما ذكرت ومنذ ذلك الحين تطور سطحها عبر دورات اندثرت معظم آثار أقدمها أي أقدم هذه الدورات اندثر معظمه بينما تغطي القارات تكوينات سخرية ينتمي أغلبها للزمان الجيولوجي الأول وما بعده أي الثاني الثالث والرابع إذن فإذا نظرنا إلى سطح الأرض سنلاحظ في هذه الخريطة وجود مجموعة من الأحزمة من البراكين أي هذه الخريطة تبين لنا بهذه النقاط تبين الاختصار لدائي للتفاصيل فهناك أهم البراكين الموزعة بهذا الشكل أي أنها تقع في الأماكن حيث تلتقي الصفائح إما بتقاربها أو تباعدها صفائح متباعدة إذن بطبع الحال تتباعد وبموجب هذا التباعد يحدث فتق فيتم ردقه بالبزر ثم من أماكن التي تصطدم فيها الصفائح فيما بينها أيضا ففيها انكسارات تنفلت منها أي فجوات تنفلت منها أيضا المغمى أو السهارة لتشكل حماما تصل إلى سطح الأرض عندما تصل إلى سطح الأرض فهي عبارة عن حمام أي تشكل براكين إذن فتوزيع هذا البراكين ليس توزيعا عشوائيا وإنما توزيع يبين لنا مجموعة أي أن أهم الأماكن التي توجد فيها هذه البراكين هي أماكن إلتقاء الصفائح وقد نجد مثلا في شمال شمال غرب إفريقيا مثلا بالنسبة لبلدنا المغرب في جبل سيروة بالضبط بالأطلس الصغير وكذلك جزر الكرناري نجد فيها براكين هذه البراكين ليست ناشطة ولكنها ناشطت قبل فترة من الزمان حيث وكذلك في شمال إفريقيا في بالنسبة للشمال الشرقي المغرب وفي الجزائر أيضا حيث أن دور مثلا غوروغو وأحفير بالووجد أيضا فكلها براكين ولكنها ليست ناشطة فهي خاملة تعود إلى فترة عرفت خلالها هذه المناطق نشاطا بركانيا ارتبط بمشاط تقارب بين أوروبا وإفريقيا وهذا التقارب هو الذي أدى إلى انبعاج وظهور سلاسل جبلية حادثة مثل سلسلة جبل الريف وانتدادها شرقا أي في الأطلس التلي للجزائر معظمه في طراب جزائري وكذلك في الشمال في إسبانيا للبرشين بيتك أي سلسلة الجبل التي تمتد في جنوب الشبه الجزيرة الإبيرية إذن فهنا أيضا في هذه الخريطة خريطة الزلازل النشطة فالزلازل أيضا إذن فتوزيعها أيضا يرتبط بوجود تقارب أو تباعد أي أماكن التي تتقارب فيها الصفائح أو تتباعد فهنا مثلا في وسط المحيط الأطلانتي نجد أن هناك أخدود بموجب وجوده تتباعد القارة شرقا إفريقيا وأوروبا وغربا أمريكا الشمالية وأمريكا جنوبية ويمكن أن تسأل عما يحدث في بلدنا أو في شمال إفريقيا عموما أو جنوب أوروبا بطبع الحل لماذا لأن هناك تقارب أو تباعد هنا وتقارب هنا وهناك أيضا تباعد أو تقارب أي كلما كان هناك استضام أو اتصال بين الصفائح إلا وكان هذا المكان مكان الاتصال معرض للزلازل بل والبركين أيضا إذن فهذه مؤشرات ليس فقط على وجود حدود لهذه الصفائح وإنما مؤشرات أيضا لوجود حركية نشيطة بالنسبة على مستوى هذه الصفائح وما يؤدي بذلك إلى حركية مستمرة وهذه الحركية المستمرة إذا ما قمنا بجمع ما حدث خلال فترات زمن يقدم سنلاحظ أن هذه الحركة كما أدى مثلما أدى التباعد إلى ظهور محيط بين قارات فأدى التقارب بل إلى استضام بين القارات هذا الاستضام أدى إلى بروز أجزاء منها ولا سيمة منها ما شرت إليه قبل قليل من أن شبه القارة الهندية باستضامها بقدومها من جنوب شرق إفريقيا منتقى المذهب الشقر صعودها نحو الشمال لتستضم بالقارة الأسيوية أدى ذلك إلى بروز أضخم بل أعلى كتلة جبلية أعلى كتلة جبلية فوق سطح الأرض وهي سلسلة جبل هيماليا حيث يوجد توجد قمة له قمة إفريست التي تتجاوز 8800 متر من الارتفاع على مستوى سطح البحر إذن وهذا حدث حديثا فقط وليس قديم بمعنى أن قوة تداريس وبروزها لا يرتبط فقط بالمدة الزمنية بل أكثر من ذلك يرتبط بمدى قوة العوامل التي أدت إلى هذا البروز وهنا نسجل ليس قدم هذه الحركية التي أدت إلى بروز جبال الهيمانيا وإنما إلى قوة الحركية التي أدت إلى بروزها في ظرف زمني وجيز نسبيا أي على المستوى الجيولوجي أنه بضع عشرات من ملايين السنين فقط بينما نجد بعض الأماكن مستقرة منذ مئات ملايين السنين لم تعرف لا ارتفاع ولا التواء ولا أي حركة تذكر كما سنرى وهي تسمى بالدروع أي أنها ثابتة قارة ليست فيها حركية قوية إذن هذه الصفائح الآن سوف نأخذ هذا المثال نأخذ جزء من ذلك الأخدود الذي نجده في قاع المحيط الأطلانتي بين إفريقيا وأمريكا سواء أخذنا في هذا المكان أو في هذا المكان أي جنوبا أو في الوسط أو في الشمال فكلاها أمثلة واحدة أي أنها تجسد لنا تباعد بين جزئين وهذا التباعد هنا نلمس هذا التباعد هو تدريجي بطبيعة الحال أي خلال المرحلة الأولى هناك تنشقق وهناك نزعة نحو التباعد ثم مرحلة اتساع هذا ظهور إذن لم يكن هناك بحر وإنما ظهر هذا البحر بطبيعة الحال بمعنى أن ظهور هذا المنخفض نتيجة لهذه الانكسارات وهذا الخفض وهذا التباعد سيؤدي بالماء إلى اقتحام هذه الأماكن منخفضة وملئها لتصبح بحرا ويتسع تدريجيا ليصبح محيطا وهكذا ولازالت هذه الظروة المحيطية لازالت موجودة إذن في هذا القعر إذن سوف نلاحظ هذا بتفصيل هنا إذن ف بموجب حدوث الفتق أي ظهور فراغ هذا الفراغ لن يكون فراغا لأنه لا يمكن أن يكون البحر في عمق إذن ليس البحر لأن تكون هناك صهارة أي مادة صخرية سائلة في العمق ولا تندفع لماذا؟ لأن هناك ضغط قوي لوزن القارات سيؤدي بتبع الحل إلى انبثاق هذه المغمى في شكل براكين لتقوم برتقي أي فتق يظهر إذن يحدث سداد بتبع الحل لأن هذه الحركة ليس الحركة ماشي سريعة فهي حركة بطيئة جدا وبطبع حل بقدر ما تتحرك هذه الكتل يمينا ويسارا تملأ أي ترتفع الصهارة لتملأ هذا الفراغ الذي يتركه للتباعد وبالتدريج إذن الذي سيحدث هو أن في كل مرة يحدث فتق جديد فتق جديد فتق جديد أي تسع جديد تسع جديد ولكن يملأ تدريجيا بالمغمى وهكذا سنجد أن هذه الصهارة التي أصبحت عبارة عن صخر بركاني كهذه وهذه يمينا وهذه يسارا كانت في هذا المكان أي أن البداية هي هذه إذن هذه الصهارة التي أعطتنا هذا الصخر البركاني ستنقسم إلى قسم قسم يمتد نحو الشرق وقسم آخر نحو الغرب ثم يملأ ما بينهما بالمغمى بالصهارة ثم يحدث شق جديد ثم تتحرك وهكذا هذا التحرك سيؤدي إلى تطور مفاده أن هذه القشرة التي تنشأ وهي قشرة بازلتية نتيجة عن هذه الصهارة السائدة سوف تمتد يمينا ويسارا لكي تشكل قعر محيط بأكمله إذن فهذا القعر بأكمله تشكل بهذا الفعل أي نتيجة بهذا التباعد وما يرافقه من صعود مرحلي وتدريجي ومستمر لهذه الصهارة التي ستعطينا صخورا بوركانية بطبع الحل حتى تحت البحار والمحيطات نجد البراكين نشطة أي أن وجود ماء البحر لا يقوم بإخماد البراكين بل هناك أضخم البراكين فهي براكين توجد في البحار والمحيطات مثل جزر هاوي جزر هاوي التي نجد أن عمقها عمقها وعلوها عمقها تحت سطح البحر وعلوها فوق سطح البحر يضاهي العلو الارتفاع النسبي لجبال هيماليا وهي تنطلق من قار المحيط الهادي من قار المحيط الهادي لتشكل تدريس ولازل نشطة البراكين نشطة وهكذا تظهر جزر بعض الجزر البركانية تظهر فجأة في مثل هذه الأماكن وبعضها سرعان ما يختفي تحت الغمر أو تحت الخفض التدريجي لها والغمر البحري والبعض الآخر يستمر بطبع حال بل يصبح جزيرة قد تكون مأهولة إذن فهكذا يحدث هذا التطور التدريجي وهذا هو السبب في كون القشرة القرية عفوا القشرة المحيطية بازلتية بينما القشرة القرية هي عكس ذلك أي أن أماكن التقاء الصفائح هنا مثلا في غرب أمريكا الجنوبية هناك صفيحة تشكل قار جزء من قائر المحيط لهذه لأنها لا تبرز فوق السطح وإنما تحت الماء تغوص تحت القرية الأمريكية الجنوبية في هذا المثال هو الذي سنرى إذن فهناك حركة هذه الحركة أي هناك تقلص لهذه الكتابة إذن هنحن نشوف جزء فقط من الصفحة الموجودة إذن هذا المثال يجسد فقط لأن هناك قارة بينما في المثال هنا هنا ما لنش قارة هنا القارة بعيدة يعني نحتل أستراليا إذن نحن ناخد فقط هذا الجزء يعني من هنا ولكن الشكل يعطينا هذا أي أننا سناخد فقط من هنا إلى هنا إذن فهذه القشرة المحيطية بازلتية بحكم ثقلها النوعي أي أن كثافة البازلت أعلى من كثافة للصخور القارية التي تشكل القشرة القارية بطبع الحال التي تغوص تحتها وعندما تغوص تحتها يحدث تقلص وبالتالي فالتعرية قلنا بأن التعرية مثلا التي تزيل وتنقل وترصب تعرية تزيل فوق القارات وتنقل لترصب في البحار المحيطات بل حتى فوق القارات هناك إرصابات ولكن أهم الصخور الرصوبية تتشكل في البحار المحيطات لأنها هي المأوى للمجاري المائية للتصريف الخارجي أي كل ما يزال من القارات يتجه نحو البحار المحيطات ويترصب هناك إذن في هذا الجزء هناك إرصابات تأتي من هذه القارة وفي هذا الجزء إرصابات تأتي من هذه القارة وعندما يحدث تقلص الذي سيحدث هو أن هذه الإرصابات التي هي تحتصط البحر عندما يستمر التقلص فنتيجة للضغط تنبعج وترتفع هذه الإرصابات لتشكل سلسلة جبلها فهذا المثال في حقيقة هنا لأننا في الأسفل هو مثال لجبل هيمالايا أي أن شبه القارة الهندية التي كانت جزيرة قدمت من الجنوب استضمت بأسيا وبينهما كان بينهما كان بحر ولكن عندما وصلت عندما وصلت إلى هذا البكان بطبيعة الحال سوف ينحصر البحر أمام انبعاج وأمام ارتفاع هذه الرواسب التي تشكل سلسلة جبل مونت أفرست أي جبل أفرست على قمة في الهيمالايا وهكذا إذن فهذه الجبال سوف تشكل جزءا من القشرة القارية والقشرة القارية بطبع الحال أساسها أي أسفل جزءها الأسفل هو عبارة عن مقمة أي صهارة متصلبة متصلبة نتيجة لتصلب تدريج بطيء نتيجة لحركة الرفع نتيجة لابتعادها عن العمق حيث توجد الصخور في وضع سائل إذن فقبل تفسير ذلك إذن نعود إلى هذه اللوحات كلها وقد تفسرناها إذن الآن هناك تساؤلات حول هذه الحركية ما هو الدافع ما هو المحرك لحركية السطائح أي هناك أخدود في قمة الظهر المحيطي مثل ما هو الشأن في وسط قعر المحيط الأطلنطي مثلا وهناك هوات محيطية أي أماكن تتباعد فيها القارات أو الصفائح أماكن تتقارب فيها إذن هناك نظرية تفسر هذا وهي أن الغلاف الصخري الساخن أي الصخري السائل أي المغمى بطبع الحال هناك تدرج في الحرارة أي أن الحرارة في الأسفل أقوى من حرارة في الأعلى وهذه الحرارة الموجودة في الأسفل ترتفع عندما ترتفع تنفع يمينا ويسارا وقد يحدث شق في هذه القشرة لتنبائث بعض الصخور البركانية وهنا إذن تتحرك هذه القارات بموجب هذه الحركة لحركة المغمى أي الصهارة ولكن نبغي أن لا نتصور أن هذه الحركة يومية ليس لما أن الحركة تتحرك كما يحدث بالنسبة في الغلاف الجوي للكتل الهوائية لا أبدا فهذه حركة بطيئة جدا بطيئة جدا ومن شأنها أن تحرك معها هذه الكتل التي تجسد صفائح للقشرة الأرضية وليس ما شمعنا أن هذه الصهارة تنزل قتحت هذه الكتل كما كان يعتقد لذلك لأن كان الأمر كذلك لنزل ضقية هذه الكتل ثابتة إذن شيء قد تتعلي لا داعية إلى المزيد من التفصيل فيها إذن فقلنا بأن في هذه اللوحة نستعيدها إذن لتلخيص ما سابق إذن فهكذا نجد أن القشرة القاربية لا تتشكل فقط من البرانيت وإنما تتشكل أيضا من السلاسل الجبلية الناشئة عن الحركية التي خضعت لها الإرصابات المختلفة إذن فإذا كان الجرانيت هو صخر ناري جوفي أي باطني فقد تعلوه وهذا هو الحال في كثير من القارات تعلوه صخور غير جرانيتية وهي تشكي جزء أيضا من القشرة القارية وهي صخور ليست نارية ولا ولا غرانيتية وإنما قد تكون صخور رصوبية بل وقد تكون أيضا صخور بركانية لأن البراكين أيضا تظهر في هذه المناطق إن كانت ليست هي الحالة هنا ولكن في أماكن أخرى نجد البراكين بتبع الحال تظهر في هذه الأماكن وتشكل تصبح جزء من القشرة القارية وهذا ما سنراه في بعض الأشكال وقبل ذلك نعود إلى تقسيمات الجيولوجيا أي التاريخ الجيولوجي الكورانية فهذا التاريخ الجيولوجي إذن هو الذي نضبطه بسلم الأزمنة الجيولوجية هذا السلم للسنوات للألف السنين ربع معناها ربع المليار أي ملايين السنين ربع المليار وخمسمية وخمسين مليون سنة إذن ربع المليار وخمسين وخمسين مليون سنة ما قبله لا ندري عنه الشيء الكثير لندري عنه الشيء الكثير و تريكم بريا إذن فما نعرف السلام بطبع غير متعادل غير متساوي إذن فزمن الجيولوجي الأول بدأ قبل حوالي خمسمية وربعة وربعين مليون سنة وفي بعض المراجع القديمة قد تصل هذه البداية إلى خمسمية وسبعين مليون سنة فهذا لا يغير شيئا لماذا لأن الحد الذي كان هنا مثلا في هذا المكان أصبح هنا أي انضم تم ضم جزء من العصر الكامبري من زمن الأول تم ضمه إلى مقبل زمن الكامبري أي بريكمبريا إذن فهذه تقسيمات الجيولوجية تخضع من حين لآخر لتعديلات واجتهادات بناء على الاكتشافات العلمية الحديثة إذن فالبحاث العلمية مستمرة ومن حين للآخر تتم مراجعة حدود هذا الزمان أو ذاك أو هذا العصر أو هذه الفترة أو تلك إذن فهكذا زمن جيولوجي إذن مقبل زمن الجيولوجي الأول يسمى بريكمبريا فيه تقسيمات أخرى بينما زمن الجيولوجي الأول يسمى باليوزويك زمن الجيولوجي الثاني ميزوزويك وهنا كزمن الثالث والرابع اللذان يضمهما زمن يسمى سينوزويك سينوزويك يضم في الحقيقة زمن الثالث والزمن الرابع وبالنسبة لكل عصر مثلا هذه هذه العصور فكل عصر ينقسم بدوره إلى فترات وكل فترة تنقسم إلى حقاب وهكذا أو حقاب فترات إذن فزمن الثالث مثلا فيه النيوجين والنيوجين نجد فيه باليوسين أيوسين أوليغوسين ثم النيوجين أي الجزء في حقيقة النيوجين زمن الرابع ليس جزء من النيوجين النيوجين هو جزء العلوي من الزمن الثالث بينما كواترناري أي زمن الرابع مستقيل تماماً عن نيوجين فنجد أن البليوسين هو نهاية دي الزمن الثالث نوجد بينما بليوسين هو الجزء الأسفل من الزمن الرابع بينما الهروسين هو الجزء الأعلى وهنا نجد الحد الفاصل بينهما 1.65 أي مليون وستمائة وخمسين ألف سنة هي بداية الزمن الرابع ولكن في الواقع الواقع ليس هذا لأن هناك تقسيمات حديثة لا دعية للدخول في تفاصيلها أن الزمن الرابع هنا في هذا السلم يصل إلى مليوني سنة بينما تقسيمات الأحدث فالزمن الرابع يبدأ قبل ذلك بكثير أي أصبحت بداية زمن جيولوجي الرابع هي زوج فاصلة ستمية زوج المليون وستمائة ألف سنة أو بالضبط زوج المليون وخمسمية وتمانين ألف سنة هي بداية الزمن الرابع وهذا بطبع الحل تحديث أو تعديل تمام منذ حوالي تقريبا 13 سنة تقريبا أو ما يقرب من عقد ونصف من الزمن الذي حدث فيه هذا التأديل بناء الحل اكتشافات جديدة إذن ما يهمنا من هذا كله هو تسلسل الأحداث عبر التاريخ الجيولوجي مثلا 65 مليون سنة هو نهاية لعصر الكريتاسي عصر الكريتاسي انتهى وهو نهاية عصر ديناصورات ديناصورات آخر ديناصور عاش قبل 65 مليون سنة إذن الانقراض ديناصور أو الديناصورات ليبدأ ما يسمى بالزمن الثالث هنا عتنقا القوس سينوزيك هو التاريخ الوحده وحده نبعه الكواتر وهنا باليوجين نيوجين نيوجين أيضا فهو جزء من الزمن الثالث وليس والزمن الرابع ليس جزءا منه إذن تلاحظون هذا التضارب فقط لأن فقط لتبيان أن الأمور تتغير وتتطور بعد زمن وهذا في هذا الشكل نرصد الموقع الذي مرت منه شبه الجزيرة الهندية أو شبه القارة الهندية إذن كانت في هذا المكان منذ 71 مليون سنة ثم بعد ذلك في هذه الافتراء كانت وصلت إلى هنا ثم هذه فقط عشر مليون سنة كانت ما زال بعيدة شوية على أسيا أو أن كانت في البداية ولكن ما زال يعني الاستضام كان يعني في واحد المراحل قاله الأولى إذن ولازالت مستمرا لازال هذا الاستضام ولازال هذا التقارب مستمرا إلى يومنا هذا إذن ثم نرصد أننا في مرحلات انتهاضية تسمى المرحلة الألبية فالمرحلة الألبية عموما فيها أيضا أجزاء إذن هذا متوسط هذا متأخر إذن فالسلسلة جبل الريف نشأت خلال الزمن الثالث إذن هنا أهم يعني مرحلة نشطت فيها الألبين تارليف إذن هنا ظهور البحر الأحمر لم يكن موجودا ظهرت هذه ثم ظهور شباه الإنسان هنا إذن ثم بداية ظهور العصور الجليدية ثم الإنسان العاقل أومو سابيانس ظهرت الزمن الرابع وهكذا هذا التسلسل إذن لا داعي التفاصيل ولا التدقيق وإنما لكي نعرف فقط أنه عبر الزمن الجيولوجي حدثت الكثير من الأشياء إما على مستوى القشر الأرضية إما على مستوى الحياة وظهور الأشكال التضاريسية الكبرى على سطح الأرض بل وتغيرات المناخية أيضا تغيرات ليست التغيرات التي يتحدث عنها حاليا وإنما التغيرات الطبيعية الكبرى التي نقلت مناخ الأرض من مناخ جليدي في المناطق الشمالية والجنوبية أي بعيدا عن المناطق الاستوائية والمدارية من عصر جليدي إلى عصر بي جليدي عدة مرات أي حدث تعقب أو تعقب بين أو تتابع لهذه الصنفين من المناخات عدة مرات خلال الزمان الجيولوجي الرابع بل مع نهاية الزمان الثالث إذن فإذا أخذنا 800 ألف سنة الأخيرة مثلا للتاريخ القشر العرضية سنلاحظ أن المناخ تذبذب خلال هال800 ألف سنة طارة نحو البوردة وطارة نحو السخون إذن هنا اللون الأحمر يمينا أي نزعة نحو احترار المناخ ويسارا بالأزرق نزعة نحو تبريد المناخ كولر وارمر إذن الزمان بألاف سنين 800 ألف سنة إذا أخذنا مثلا قدل نخذو أحنا غير هذا 400 ألف سنة الأخيرة نحو قدل نخذو بأن 400 ألف سنة قسمها 800 ألف سنة ثم بعدها 400 ألف سنة ونخذو مثلا 100 ألف سنة هذه أقل قليلة 200 ألف سنة إذن كان هناك عصر جليدي عصر جليدي ها هو انتهى قبل الآن بحول 18 ألف سنة هذه 18 ألف سنة ركنت المناطق الشمالية مثلا حاليا في أوروبا شمال أوروبا وقارة أمريكا كانت مناطق جليدية أي جزء كبير من أوروبا كان يغطيه الجليد بينما تراجع هذا الجليد بحكم احترار المناخ ونحن الآن في فترة بي جليدية أي نقيضة للفترة الجليدية وقبلها أيضا كان هناك عصر بي جليدي وقبله عصر جليدي وقبله عصر بي جليدي وأصر جليدي وهكذا وكن ما المسه هو أن عدم تجانس هذه العصور لا من حيث المدة الزمنية ولا من حيث قوة البلودة أو السخون أي درجة حرارة فيها تباير على أين فهذا يشير أيضا إلى أن تغيير المناخ التغيير أيضا طبيعي لا يخضع للإنسان ولا لما يفعل الإنسان ولا للغاذات الدفئة وهذا ما ينبغي أن نفهمه أي لكن نفهم أن المناخ في تغيير مستمر منذ الأزل أي أن إذا كان هناك من شيء متغير باستمرار فهو المناخ إذن وبالتالي تغيير الذي نعيشه ليس جديدا وليس مهولا ولا باعثا لقلق القلق المبالغ فيه الذي نسمع أنه الكثير إذن فخلال الفترات الجليدية عندما يغطي الجليد أجزاء كبيرة من القارات بطبع الحال فبحكم هذا السمك يؤدي ذلك إلى انخفاض مستوى الكتلة الصخرية أو القشرة الصخرية التي تحملها هذه الجلادة إذن بطبع الحال تنخفض بحكم الثقل لأن الثقل يزيد مثلا إذا أخذنا مثال القطب الجنوبي القطب الجنوبي هو عبارة قارة وليس عن المحيط قارة قطبية جنوبية الأنتاركتيك يغطيها الجليد وسمك الجليد هناك يتجاوز في بعض المواقع 4000 متر إذن 4000 متر 4 كيلومتر دي السمك دي الجليد فهذا بطبع الحال ثقل كبير جدا لكن بموجب إذن هذا الجليد يتراكم تدريجيا كما أنه يتراجع أو يذوب أيضا تدريجيا أي الجليد لكي يتراجع يتطلب عدة ألف من السنين لكي يتجمع بهذه الكيفية ولكي ينحصر ويذوب يتطلب ذلك أيضا ألف سنين إذن فعندما ينحصر الجليد تعود القشرة الصخرية إلى وضعها الأصلي أي أنها ترتفع بحكم التخفيف الذي حدث لها جراء ذوبا هذا الجليد وهكذا إذن فالقشرة الأرضية هي قشرة طيعة قشرة خاضعة لحركات بطنية حركات تقودها يمين أو يسارا أي شرقا أو غربا أو جنوبا أو شمالا بحيث أنها تصطدم أجزاؤها بالأجزاء الأخرى وترتفع مقارنة مع أجزاء تنخفض وكذلك ما يحدث على مستوى التراكم الجليد وضوبا الجليد يؤدي أيضا إلى تغيير وضع هذه القشرة الأرضية وبالتالي في الأشكال التداريسية ترتبط بالحركة الباطنية وترتبط بتذبذب المناخ بين أصور جليدية وبين أصور جليدية إلى جانب ما تحدثه التعرية من إزالة ونقل وإرسال إذن فهذا كله إذن نحظ أن التعرية أيضا التعرية التي تزيل هذه الكتلة الجبلية البارزة بطبيعة الحل فلها جزء يغوص يغوص في الأسفل في المدى السخرية اللازجة بل والمائعة والسائلة إذن وذلك بحكم سمكها والذي يوفر لها ثقلا كبيرا ولكن مع مرور الزمان إذن بطبع الحل خلال مرحلة انتهاضية ومرحلة التعرية إذن يمكن أن يخفف عن هذه الكتال وبالتالي ترتفع تلقائيا بشكين تدريجي بطبع الحل لأن هذه الإزالة تتطلب مئات ملايين من سنين مئات ملايين من السنين من الإزالة بطبع الحل سترافقها تلقائيا حركة رفع ستضع هذه الكتلة في مستوى آخر وبطبع الحل هذا الفراغ الذي ستتركه سيملأ سيملأ بحركة قادمة من مكان آخر وهكذا إذن إلى أن تتقلص هناك تقلص كبير جدا هذا التقلص أي هذا الجزء الذي تمت إزالته من الأعالي هذه الكتلة البارزة فأين ذهب سيذهب ليشكل ثقلا إرصابيا في أماكن أخرى ويضغط فتنخفض تلك الأماكن بحكم الثقل الذي يصلها من المواد الرصوبية بينما سيرتفع هذا الجزء بحكم التخفيف الذي حدث له في جزئه العلوي إذن هكذا فالقشرة الأرضية في حركية تطورية مستمرة إذن فالنتيجة التي يمكن تسجيلها عن ما سبق هي أن القشرة المحيطية على مستوى تركيب القشرة الصخرية إذن هو أن القشرة المحيطية بناء بركاني أي أنها ناتجة عن براكيل بطبع الحل وتمدد قاع البحر وعدم وصول رواسب كثيرة لماذا؟ بحكم بعدها عن مصدر هذه الرواسب الذي هو القارات بطبع الحل ستبقى هذه القشرة القشرة المحيطية ستبقى بركانية أساسا بطبع الحل هاي ستبقى بركانية لأن قلت أن الرواسب القادمة من القارات لن تذهب بعيدا بطبع الحل فاحتهد المسفة التي تقطعها فسنجد المواد خشنة في البداية ثم أقل خشونة ثم المواد دقيقة إلى أن نصل إلى أماكن بعيدة عن مصدر هذه الإرصابات وبالتالي ستبقى هذه القشرة المحيطية فقيرة على مستوى الإرصابات التي تصلها فتتمدد وهذا ما يجعله القتل أو القشرة القارية قشرة بازلتية بركانية وليست غير ذلك بينما القشرة القارية فهي بناء متعدد بمعنى أنه وتركيب متنوع بمعنى أنه يتشكل في أساسه أي في جزئه السفلي من صخور جرانيتية باللورية لأنها هي الجزء فقط من الصهارة الموجودة تحته والتي تتصلت بحكم الارتفاع التدريجي إذن بينما قد تمتزج بها في أجزائها العليا تمتزج معها أو فيها المواد الرصوبية هنا مثلا عندما ترتفع هذه الصهارة هنا مثلا فهذا المستوى من العمق سيجعل مثلا الصخر هنا إلى هنا يكون متصلبا إذ قشرة القارية متصلبة ولكن مع الارتفاع أي الجزء المتصلب يرتفع بحكم تخفيف الذي جرى فوقه إذن هنا الجزء الموجود أسفله من مادة الصهارية سيرتفع ليحتل هذا الجزء أي يرتفع إلى مستوى يبعده عن الحرارة المفرطة الموجودة في الأسفل ويقربه أكثر من الألع وبالتالي فهذا الجزء لم يبقى منساهرا وإنما سيتحول إلى سخر متصلب باللوري وهو جرانيتي جرانيتي إذن هكذا تكون القشرة القرية في معظمها قشرة جرانيتية بطبع الحل بحكم اتصالها المسلم بل حتى إذن غاصت من جديد عندما تغوص هذه الكتلة من جديد مثلا بفعل فاعل إما بثقل جديد أو إما بحركة باطن رأسية خافضة فسيؤدي ذلك إلى انصهار هذا الجزء هذا الجزء من سخر المتصلبة سينصهر من جديد ويعطينا سهارة أي مجمع ولن تتصلب إلا مع الارتفاع أي مع حدوث حركة رفع تبعده عن العمق الكبير الذي يؤهله إلى الانصهار إذن ثم أجزاء القرات هي صفائح ولكن الصفيحة لا تعني أنها قرة وإنما قد تكون الصفيحة محيطية وقت تكون قرية وقت تكون جزءا من محيط وجزءا من أو جزء من بحر وجزء من قرية ثم هناك القشرة الأرضية نقسمها إلى وحدات متحركة حديثة أي السلاسل الجبلية النشطة ثم إلى جانب وحدات قرية أي مستقرة قديمة وهي الدروع الجامدة المستقرة وهذا سنعود إليه تفسير إذن خلاصة الأمر وأن المشتوى سطح البحر لدينا قشرة محيطية بازلتية أي بوركانية قشرة قرية جرانيتية في معظمها أي أن الأجزاء العليا أو بعض الجوانب تكون صخور رصوبية وليست جرانيتية إذن هناك نطق متصلب نطق طيع نطق طيع أي بين الميوع السيول وليست متصلب إذن كلما بتعم لماذا؟ لأن عمق الأرض قشرة الأرضية عمق إلا وزادت درجة حررة واحدة درجة واحدة مئوية واحدة لكل حوالي 30 متر في المتوسط إن كان أماكن كتر كان أماكن قل هناك نشاط صهاري في العمق وكذا ما ندخلوش في التفاصيل إذن كلما توقعنا داخل قشرة الأرضية إلا وارتفات درجة الحررة والعكس بالعكس حل مثلا عندنا العكس كلما ارتفعنا من مستوى سطح البحر نحو الأجواء للعليا في الغلاف الجوي المحيط بالأرض إذن كلما ارتفعنا إلا وانخفضت درجة الحررة بحوالي درجة واحدة تنخفض درجة واحدة لكل 150 متر 150 متر وهكذا فالحررة التي نقوم بقياسها التي تسود في القمم الجبلية ليس هي الحررة التي تسود في المنخفضات القريبة من مستوى سطح البحر أي حيث الارتفاع إذن فهذه الخريطة تبين لنا هذا التجزيء الذي ذكرته قبل قليل وهو الوحدات السلاسل الجبلية النشطة والدروع الجامدة المستقرة إذن فهنا سنجد أن هذه دروع وهذه دروع مغطات إذن الدرع هذا غير مغطة أي لا يوجد غطاء رصوبي نشط حاليا بينما هنا في قاعدة سلاسل الجبلية نجد دروع ثابتة جامدة ولكن الغطاء الرصوبية التي تغطيها أي التي توجد فوقها هي تتعرض لحركات نشطة من انتواءات وانكسارات وتكون وتصخر وما إلى ذلك إذن فهنا ناخد واحد الجزء من المنطقة التي تعلمنا والتي نعرفها جيدا إفريقيا أوروبا ثم الجزء من قارة أمريكية إذن الأمريكية إذن فهنا في إفريقيا نجد مثلا نسبة بلدنا مغرب فنجد أن المغرب يقارب ما يسمى بالنطق المتوسطي نطق المتوسطي أي نطق سلاسل جبلية النشطة وهي جبل أطلس وجبل الريف وما بينهما بينهما من هطاب وسهول وكل هنا الجبل الأرض وما إليها إذن هذه كلها سلاسل جبلية النشطة بحيث أنها مشكلة في غطاء رسوبي وهنا أيضا نجد غطاء رسوبي ولكن غطاء رسوبي يغطي درعا مستقرا أي قارا ثابتا جامدا لا يخضع للإنتيواء حاليا ولا لحركية انتهاضية وحركة تكوين سلاسل جبلية أبدا وإنما مغطى فقط هنا قد ينقوا بأن معظم الغطاءات الرسوبية هنا تنتمي إلى أصل الكريتاسي أي الجزء الأعلى من زمن جيولوجي ثاني بينما هنا فسنجد الصخور المنتمية إلى كل عصر ولكنها تتعرض للحركية المستمرة النشطة وهذا ما أدى إلى نشأة سلاسل جبلية في مرحلة قديمة وهي الأطلس الكبير والأطلس متوسط وفي مرحلة أحدث وهي الريف سيسلة جبلية الريف وابتلاجتها نحو الشرق في الأطلس التل إذن فهكذا نقسم سطح القشر الأرضية إلى دروع مكشوفة أي لم تحمل غطاء الرسول أي أنها مكشوفة منذ الزمن الأول منذ الزمن الأول وهي مكشوفة أي أن البحر لم يعود إليها البحر من جديد منذ نشأتها أي منذ الزمن الجيولوجي الأول بحيث أردت للتحول واخترقتها صهارات بدت إلى تصلبها بينما هنا تمكنت من أي انخفضت شيئا ما مما سمح للبحر بالعودة ليرصب طبقات ولكن بقيت غير ملتوية فأقصى ما نجد فيها هي بعض الانتناءات محدودة والليات أو انتصارات أو ميل في اتجاه وحيد بينما هنا أحوض رصوبية حديثة أحوض رصوبية حديثة لازالت في طور التكوين مثل الثلاثة الجبلية وهكذا فليس غريبا أن نجد أن الزلازل التي تحدث في المغرب تحدث في الشمال في سلسلة جبل الريف أساسا لماذا؟ لأنها الأقرب بل هي في قلب المنطقة النشطة تتعرض لتكوين هذا في طور التكوين وبينما ما يحدث من زلازل مثل أكادير مثلا أو شقفة نظرا لوجود انكسار قوي يحد هذا المجال المتوسطي يفصل عن المجال الإثريقي وهذا الانكسار الكبير جدا من حين لآخر يتحرك بحكم حركية الصفائح في القارات بل بعض الزلازل الساحلية أيضا قد تأتينا من المحيط الأطلنطي وإن كانت نواها بعيدة إذن هكذا ننهي الحلقة الأولى وإلى منتقل بعد ذلك الحلقة الثانية